شبط النار والجلسة على النار بأجواء جميلة وإن شاء الله ما فيها أي خطورة بعض الناس عندهم حساسية من الدخان وممكن تسبب لهم تهيج في الربو أو زي ما قلنا الحساسية في الجيوب الانفية أهم حاجة نحن ننتبه منها وهو غاز أول أكسيد الكربون أو تسمم بغاز أول أكسيد الكربون جزء من عملية احتراق الحطب أو احتراق الفحم يصدر الغاز هذا إذا كنت تولي على النار في مكان عام ومكان مفتوح إن شاء الله ما فيها أي خطورة تحصل كثير في الناس اللي يولعوا النار أو يستخدموا النار كبسطة للتدفئة في أماكن مغلقة تبدأ تعليل نسبة غاز زي المشب مثلا أو شيء زي كذا أي في غرفة أو داخل البيت أو في خيمة مغلقة تبدأ تعليل نسبة أول أكسيد الكربون أول أكسيد الكربون غاز ما له طعم ولا له وليحة يعني أنت يبدأ يزيد يزيد والإنسان يستنشقه وتزيد نسبته بالدم الغاز هذا يرتبط بكلية الدم الحمراء بشكل أكبر كثير من الأكسجين وما ينفصل عنه المشكلة التسمم هذا أنه ما له أعراض والإنسان يبدأ يدخل في خمول وضعف وهو ما هو شاعر يعني ممكن ينام لا قدر الله وما عاد يصحى تحصل ممكن لشخص واحد أو تحصل مجموعة من الأشخاص في نفس المكان أعراضها تشبه يعني مثلا في ناس يقول لك والله هناك يفعل في المجاني تسمم أو لا بأول أكسجد الكلبون الأعراض تبدأ من صداع ضيق في التنفس تشبه الأعراض للإلتهابات الفيروسية يعني هي كل الأعراض التي في الشتاء الأمراض كلها تجي بأعراض مدشابة واحدة من الأشياء التي تساعدنا نعرف أنه يكون فيه أكثر من شخص كانوا في مكان واحد وبدأ تجيهم الأعراض في نفس الوقت فغالبا أنهم نفس الشيء غالبا أنهم نفس الشيء على عادة لو كان الإلتهاب أو بيلوسي أو بكتيري تلاقي الناس تصобы بالتثالي تدرفين يعني فلان يعدي فلان وفلان يعدي فلان وفلان يعدي فلان وفلان يعدي فلان واحدة من الأشياء الضريفة أو اللي تساعد في تشخيص الـCO poisoning أنه لو كان في عندك حيوان أليف في البيت لو كان في عندك حيوان أليف في البيت وزادت نسبة أول أكسجد الكلبون هو حيتنفس أول أكسجد الكلبون نستخدمها عندما كنت فترة الدليب في خارج السعودية كان كل عائلة عندهم حيوان أليف أو كلب في البيت فإذا الكلب بدأ يشتكي وبدأ ينبح زيادة وكل العائلة بدأت تجي بصداع على أن تفكر في التسامن بأول كسيدة كلب جميل